مشاهدينا لسه بنوصل لما حضراتكم الكلام عن منافسات كاس العالم وشفنا امبارح المباريات وشفنا ايه اللي حصل امبارح شفنا السعودية وهي بتكسر سلسلة اللاه هزيمة اللي كانت متخيلها الارجنتين بعد 36 مباراة من غير هزيمة بعد لما جروهم لمسيضة التسلل اللي لعبوا عليها طول المباراة شفنا كمان امبارح المنتخب التونسي اللي خرج بنقطة دهبية من المباراة اللي تعادل فيها سلبيا قدام الدنمار وده خلانا نحس ان احنا فرصنا كمنتخبات عربية ممكن تزيد ممكن نتأهل ممكن نقدر نلعب دور تاني في البطولة مش رايحين بس عشان التمثيل المشارف النهاردة كمان عندنا اربع مباراة هنتكلم عليها مباراة المنتخب الالماني ضد اليابان اسبانيا ضد كوستاريكا ومنتخب عربي اخر هو المغرب إلا حيبقى قدامه مواجهة قوية قدامه وصيف العالم المنتخب الكرواتي وحنقول ان المباراة هتختتم النهاردة في مواجهة ممكن هتكون يعني متوقعين نشوف ماتش حلو جدا بين بلجيكا وكندا كلام كتير عن المباراة دي هنتكلمه في الستوديو مع عطي عبدالخالق النقد الرياضي اللي موجودنا عنها في صباح الخير ونوارنا صباح الخير عليك عبدالخالق صباح الخير عليك القصة ماشت زي مباراة كل الناس كانت متوقعة ان الوضع يبقى مختلف تماما ولكن رونار الثعلب لعب بطريقة غريبة جدا وكناش متوقعين جدا وقدر يسوق المباراة بالشكل اللي هو عايزه بلعبته الناس كانت متخائلة انه هو حيبقى بيش على سيستم الدفاع ولكن لو بصينا بقى بجد على المباراة اللي قبلها نكتشف انه كان بيدرب لعبته على اللحظها المباراة صحيح هي طبعا واحدة من اكبر المفاجآت في تاريخ كاس العالم شبكة ESPN الاسبانية المتخصصة في الارقام والاحصائيات وصفت المباراة وحطتها ضمن اكبر خمس مفاجآت في تاريخ كاس العالم من ضمنهم هزيمة الارجنتين في 90 امام الكاميرون وهزيمة ايطالي امام كوريا برضو في مونديال عطاقة سنة 50 فواحدة من المفاجآت اللي ما كانش اي حد يتوقحها خالص المنتخب السعودي المنتخب العربي هو مونديال تشعر انه هو عربي بامتياز منذ من اول حفل اللي افتاحه ومن اللحظة الاولى والحفل اللي كان مبهر واستخدام التراث العربي في التعبير عن المونديال انا شفت انه ممكن يبقى بدرة انه احنا كمنتخبات عربية نقدر نعمل تمثيل قوي في البطولة مش مجرد ان احنا رايحين نلعب ماتشين ونتغلب وخلاص حتى على فكرة المنتخب الكاتري رغم انه هو الهزيمة اللي ظهرت في اول مباراة وانه هو مقدمش افضل اداء امام الاكوادور ولكن اتوقع انه هيعمل استفاقه في المباراة القادمة لانه اللعيبة بتاعت المنتخب الكاتري مش لعيبة صغيرة في السن ولا لعيبة احنا منتكلم على 11 لعب اساسي في رصودهم الاجمالي 962 مباراة دولية هذا المنتخب الكاتري اتوقع انه مش هيصعد يعني هيبقى الصعود صعب جدا لانه عنده هولندا في السنغال ولكن اتوقع الادها هيبقى احسن من كده وصلنا للمنتخب السعودي والمفاجأ اللي عملها مع هيرفر نارو لحظاتك وصفتي بالتعلب هو فعلا تعلب لانه عنده نوع من الدهاء التكتيك انه بيقدر يعمل كل ماتش على حسب الماتش بتاعه ودي مش صدفة يعني الراجل ده من بعد ما 2018 بدأ يعمل مشروع مع المنتخب السعودي قدر نوع يجمع التوليفة لمجادلاتي وتدربهم على الفكرة يقول هيرفر نارو من المدربين القلائل جدا 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 في تاريخ كرة القدم اللي خد كأسلونة افريقية مرتين مع منتخبين مختلفين مرة في 2011 مع زامبيا ومرة في 2015 مع سحة للعج فده مدرب انت عارف ان ده مدرب قوي جدا عارف ان ده مدرب عنده اسلوبه اللي بيالعب بي فرض اسلوبه على المنتخب الارجنتيني رغم البداية السياء اللي ممكن تقول انه لا طب ما يضرب الجزاء خوالك دربة الجزاء هي مشكوك فيها بنسبة كبيرة ما اللي ده عام ممكن يبقى طبيعي جدا أحيانا يتحسب واحيانا ما يتحسبش فالمنتخب السعودي اتظلم في ضربة الجزاء ولكن ثم يدر انه بعد كده يطبق فكر اسلوبه في شد الاولاني وفي شد التاني انا شد قسمت المباراة على فتراتين قدرت انه في شد الاولاني أسحب المنتخب الارجنتيني لطريقة اللعب اللي انا آتي يعني هو كان مخطط الشوت الأولان يمشي بهذه الطريقة والشوت الثاني يمشي بهذه الطريقة ولا مجريات الأمور في الشوت الأولان هي اللي خليته يغير في الشوت الثاني؟ لا هو مقاس مباراة على فترات والمدربين الكبار كلهم بيعملوا كده إن أنا النهاردة أبقى لعب منتخب أقوى مني بكتير سواء على ناحية الفنية أو على ناحية البدنية والمهارية أنا لازم ألعب معاه ما ينفعش أن دفع ما ينفعش أعمل حاجة غير محسوبة فالشوت الأولاني كان كله على اللاين المتقدم في خط الظهر واللي عبنا على مصادر التسلل فقدرنا أنه عارف ده إن فيه فار خلي بالك يا مغامرة محسوبة ليه ما أقول أفسايد دلوقتي فيه كمان في 2022 كاس العالم ده التقنية الجديدة اللي هي الأفسايد الحراري نصف علي الفكرة أنها بيعتمد على حاجة مسجلة وفي نفس الوقت بتخضع لتقدير الحكم هو اعتمد على النقطة دي أو عمل حسابه وأن النقطة دي هتفرق معاه في التقييم؟ صحيح البلزان بقولك وبقوله محمد إنه فكرة الأفسايد الحراري إن احساب الأفسايد ده بالشعرة نتكلم عن مباراة للسعودية وإزاي المدرب قدر إنه هو يخطط له هذه المباراة بهذا الشكل إنه يقسم الشوت الأولاني يلعب الشوت الأولاني بطريقة غير الطريقة اللي لعب بها الشوت التاني وهنا عايز أتكلم عن شخصية المدرب صحيح دي جزء هو شخصية المدرب تنعكس على شخصية اللعيبة في بعض المدربين ما عندوش شخصية الفنية ممكن يبقاش زهن اللعيبة حاضر في الملعب ما يقدرش يطبق ما يقدرش يوصل أفكاره للعيبة احنا بنتكلم على مدرب زي ما تكلم بالفصل إنجازاته كبيرة جدا منتخب السعودي مش متعود على مثل هذه النتائج في المونديال دايما بنروح كمنتخبات عرب شكل عام يعني عشان ما يبقاش الموضوع المخصص ويمكن آخر المونديال السعودية مغلوبة بخماسية من روسيا في الافتتاح فمش متعودين على النتائج دي نارده راجل غير كل ده تماما وعمل أرقام كياسية النارده أول منتخب عربية وأسياوية يفوز على الأرجنتين أول خسارة للأرجنتين في مباراة يسجل فيها ميسي من 2009 سلسلة انتصارات متتالية للمنتخب الأرجنتيني 36 وكان على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة رقم المنتخب الإيطالي ب37 مباراة بلا هزيمة أنت النارده كمنتخب سعودي بتحقق الإنجاز وبتمل سطر تاريخ لإنجاز لأن انت درست المنافس كويس وقدر تلعب على النقاط التقوى والضعف تحت المنتخب الأرجنتيني المنتخب الأرجنتيني هو طبعا أهم حد هو ليونيل ميسي فقدر ما شفتوا الوقت حتى ميسي ما عندهش المساحات اللي يقدر يستغلها ميسي الحتة بتاعت أنه كلما يستلموا الكورة في نص الملعب بتلاقي دايما تلاتة حواليه اللي هو كانه عمل مات شهاي في نص الملعب وسلمان الفرج والملك التلاتة دول دايما عاملين مسلس ضغط كبير جدا على ليونيل ميسي بيحرمه من أنه يعمل اللقطات الفردية بتاعته بيمنع أنه يمرر لحد من زميله بيقاطع عنه زي ما يقوله كده الماء والنور فدي ما تداشتوني ده من الشغل المدرب المدرب قدر نهو يتحكم في المباراة السماء كشوط أول يقدر نهو يجر المنتخب الأرجنتيني اللي مساعدت لسلول بتاعته ومتأكد أنه عارف أنه الفارح يديله حقه في كل لقطة والشوط الثاني والأهداف لو تلاحظ محمد جاءت في توقيت مبكر جدا نتكلم على أول 8 دقايق من شوط الثاني اللي كل الناس كانت متوقع عن شوط الثاني أرجنتينها تنزل ضغطة والأرجنتين نفسوها ممكن لعبت والأرجنتين نفسها كتحسن الماتش في المتناول وبنسجل طب ما خلص الفوز مسألة وقت ولكن في شوط الثاني بنشوف أنه في أول 8 دقايق المنتخب السعودي بيسجل هدف وبيسجل الهدف الثاني وأنا عايز أشيط طبعا بسلم الدوسر طب اللعبها كتير يعني ولكن سلم الدوسر يهدف تاني جميل جدا هدف أنا وجهة نظري إن هو على طريق شكابالا القطم لبرة ويشوط وتحط بالفرق بس إن شكابالا بيعملها بشماله وسلم الدوسر عطاها بيمين فهي القطم البرة دي وشوط من زاوية صعبة جدا ووضعية اللعب والناس اللي ممكن بتلعب بليستيشن تفهم ده إنه إنت لما بيلعب ووضعيته مش مستقرة أو رجله مش مزبوطة وواجهة المرمو مش مواجهة المرمو ممكن إن الكرة ما تبقاش مزبوط قوي ولكن إن هو يبقى بالوضعية ديت ويلم البرة ويشوط أنا شفت إنه هو هدف رائع هدف يستحق إنه يكون واحد من أجمل أهدف كاس العالم المنتخب السعودي زي ما قلت لك قدم ملحمة أسطورية طول وقت شايفين المنتخب السعودي مش خايف من الأرجنتين يعني أنت بتلعب بند بند أنا مش خايف منك إحنا شفنا ده مبارح فكرة إن الموضوع مش قائم على الأرقام ولا قائم على التواريخ وعدد البطولات إحنا شفنا مبارح 11 لعيب قدام 11 لعيب مدرب قدام مدرب خطة قدام خطة والأرض هي الحكمة إن إحنا نعرف نشحن اللعيبة بالمنظر ده إن إحنا نعرف نخليهم يعني آلات تسديد بالمنظر ده مع كل الحماس والإيمان اللي كانوا بيلعبوا بيه والقوة والمثبرة وإنهم يعني لا فرق لهم بقى إنهم بيلعبوا قدام أسامي كبيرة مش فقروا من ميسي مثلا دي يمكن هو داخل المباراة وهو عمل في حسابه دي يمكن تبقى آخر مباراة يلعبها مع منتخبه في كاس عالم فنازل يعني مستأتل هو كمان فكون إن ده يحصل كله وفي الأخذ النتيجة تطلع بالمنظر ده أعتقد إدانا على شكل مختلف أكيد طبعا والذي ما قلت لك لعيبت الأرجنتين نفسها كتحسن المكسى بمسألة وقت وحاسين إن المباراة يوفروا المجوم بتاعهم أكتر ونتيجة كانت مفاجئة جدا وجزء من ده طبعا يتحمله المدير الفني المتخب الأرجنتيني سكلوني اللي غير الخطة بشكل مفاجئ من 4, 2, 3, 1 اللي متعود عليها المتخب الأرجنتيني وقدم بها أداء طيب حتى الوداية الأخيرة قبل المنديال كانت على الإمارات فوز بربعية أو بخماسية تقريبا فإنت بتغير الطريقة بشكل مفاجئ فمن جزء كبير من الهزيمة حتى شوط تاني هو ما عدلش الطريقة حتى بعد ما اتأخر بهدف ما عدلش الطريقة وبالتالي استغترب المباراة وعدم أن انت ما تديش المنافس حقه وأن انت بتلعب فإحنا بتشوف كاس عالم بصراحة أنا شفت إنجاز تاريخ للمنتخب السعودي وكلنا نفخر به المنتخب عربي ونتمنى أنه يبقى موجود في الدور التانية ده بكل تأكيد طيب المباراة اللي جاية للسعودية هل الصعب فيه بالنسبة للسعودية مباراة مثلا بولندا المكسيكا تكون أسهل إذا لعبت بنفس الطريقة وبنفس الحماس أنت عدد الصعب يعني دايما نقول في المجموعة أرجنتين أصعب حاجة يعني ولكن خلي بالك أنت ممكن تنخدع بكده يعني ممكن لعبت سعودة أخلص أنا كسبت الأرجنتين كده كده في الدور التاني فتريح فتريح وده مش حقيق يعني أنت البولندا والمكسيك فرقتين عندهم بدني كواس جدا 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 أنت ممكن تكون كمنتخب سعودي وانهكت بدنيا يعني أنت تعبت أو طلعت كل المجموعة بتاعك في التسعين ديئة بتاعت الأرجنتين خلي البجرة حالي دايما بنحسب في ظاهرة كده مش حالي خدت أبالكم إنها في الدوقات داعت طويل جدا إنه في التقنية جديدة حطتوا قالك إن حتى الكرة لما تطلع قاوت هنحسب دا وقت فتلاقي المتش سبعة دقايق وعشر دقايق ومش عارف إيه حتى دي الوقت كمان لكل هدف لكل هدف الهدف بنص دقيقة والتغيير بنص دقيقة اللي تزايد كمان إنه أي كرة هتطلع قاوت أي صوابة أي حاجة بيحسبوا الوقت زي البسكتبول بيوقفوا مسلا الساعة الهندبول بيوقفوا الساعة لأنت المتش شغل وبيحسبوا الوقت اللي ضايع فتلاقي الوقت الضايع كبير فالمجهود البدني اللي بازلوا لعبة المتخب السعودي ممكن يأثر عليهم فيه ماتش بولندا وماتش المكسيك لأن الفيريتين دول تحديدا بيقدموا مستوىات بدنية خرفية احنا شفت الماتش بتاعهم مبارح 90 ديئة بدني قوي جدا لحد آخر ديئة هجمات من هنا وهنا ولولا تقلقوا الحارسين الحارس الأسطوري للمكسيك وشواء والحارس بولندا تشيزني حارس مرمال يوفي اللي اتنين تقلقوا بشكل كبير جدا وشواء تحديدا ويتصديل لضرب الجزاء من مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي أنا شفت أنه حارس وخد أحسن جايزت أحسن لعفة المجرأة حارس من الحراس الكويسين جدا وحارس من الحراس اللي ممكن يشكل عائق من المنتخب السعوية أنتم ممكن كمنتخب السعوية ما تدارش تسجل في وشواء فالمنتخب مكسيك حظوظه عالية جدا بولندا فرطت في ثلاث نقط مهمة جدا ليفاندوفسكي جات لكورة وضياحة وأنا أظن أنه جزء من ده هو تأثره بالوضع اللي بيمر بيه نادي برشلونة هو برشلونة متصدر دوري الأسباني ولكن خرجت من دوري أبطال أوروبا الوضع مش هو ده الطموح اللي كان مستنين ناجي برشلونة وغرج الخرج من بيرني مونخ كان بينفس على مستويات عالية جدا في دوري أبطال ولو ما زال موجود في دوري أبطال أوروبا بيرني مونخ في المقابل أنت روحت لمشروع برشلونة وغمرت وقام متصدر دوري ولكن دايما الطموح في برشلونة أنت تبقى متقدم ولذلك هو كده كده في تغريدة بعد المبروعة تظهر للشعب البولندي عن إضاءة راكلة الجزاء وقال له إن شاء الله المرشدة الجاية تبقى أفضل لنا طيب إحنا كان قدامنا مبارح 633 يورو مليون يورو قدام 27 مليون يورو بيلعبوا قدام بعض قيمة تسويقية لمنتخب قدام منتخب 27 مليون يورو أو 27 ونص يعني مليون يورو أو يزيد حيلعبوا المباراة الجاية نقصين 2 الفرج القائد المنتخب بعد إصابته في كتفه وتأكيد الإصابة وشهري طبعا مبارح يعني شفنا قد إيه حصل الإصدام معاه وتم إعلام برضه أنه عنده يمكن إصابة في الكسر في الفك فشهري بالذات يمكن ملوش بديل هو دايما كان بيتم الاعتماد عليه في الفترات اللي فاتت مقايا كان مع المدرب في المنتخب مين ممكن يكون رونار حطه في مخه يمكن رونار بقى اللي هو حظ من اسمه التعلب الفرنسي يعني حيشوف له بديل بحيث أنه هو يفضل محافظة على نفس المستوى ونفس المدرب طيب هو دايما الماتشاط الإصابات اللي بتبقى مفاجئة دي بتبقى بتربك حسابات المدربين يعني بتبقى أنت داخل أنت عارف أن الحداشر دول هما اللي هيبدأوا بشكل أساسي سواء على مستوى حرصة المرمى من أول حارس يعني لحده قدام فدائما اللي بتبقى حسابات المدربين مش كل المنتخبات عندها البديل بنفس القوة وبنفس الكفاءة يعني أنا بشوف مثلا أفضل أو أكتر منتخب عنده دكت بودلاء بنفس مستوى الأساسيين هو المنتخب الفرنسي وممكن هنتكلم عنه كمان شوية مش شرط أنه كل المنتخبات تبقى عندها نفس اللي بديل بنفس الكفاءة عايز الأول قبل منس أشيد بحرس المنتخب السعودي محمد العويس حرس الهلال اللي قدم مباراة أسطوريا مبارح واخد رجل مباراة وقدم تتصديات عظيمة جدا ولكن هو اللقطة بتاعة الإصابة دي يمكن بعض الجماهير زعلانة من تدخل بتاعه ويمكن من اللقطات اللي محدش ياخد بوله منها كتير دي مش أول مرة حرس سعودية تسبب إصابة زميل لي عملها من حوالي سنة مع المدافع تنبكتي قلب الدفاع وقدر أنه هو للأسف أنه هو خبط فيه وتسبب له في إصابة ورده قعد فترة طويلة رغم أن ده حصل على رجل مباراة برضو حصل رجل مباراة طبعا خسرهم لعب يعني خسرهم الشهراني اللعب مهم جدا في تشكيلة المنتخب السعودي خسرهم لكن ما تدرش تلومه لأنه التحام في كرة القدم طبيعي جدا فأنا أتمنى أنه يكون هيرفري نار عنده البديل المناسب اللي يقدر من خلال المنشط الجاية يقدر يتصدلي وأنا أظن أنه المشكلة المنتخب السعودي مش تبقى دفاعية قد ما هي هتبقى مشكلة في تسجيل الأداف أنا أتصور المنتخب السعودي عنده منظومة دفاعية كويسة جدا نتمنى أنه يحافظ عليها قدر الإمكان في المباراة اللي جاية كده هيلعب ناس واحد في المنشط أمام بولندا والمكسيك طيب وإحنا بنتكلم عن أداء المنتخبات العربية برضو لازم نتكلم عن مباراة تونس مبارح هل شوف تونس كانت أقرب بحظن أنها تفوز في المباراة ولا المباراة كانت صعبة عليها مبارح تونس كان عندها فرصة لتفوز وأعتقد أنها تظلمت في تصدر ضرب الجزاء لي يعني كانت تصدر ضرب الجزاء المنتخب التونسي عمل توليفة من اللعبة الشباب أو جيل جديد بيتصعد على عكس الجيل الأقديم اللي كان موجود فيه الأسماء المصرية أو الأسماء اللي كان بتلعب في الدوري المصري زي معلول وفرجاني وسيف الدين الجزيري حتى سيف كان متعودين احنا بنشوفه بيبدأ بشكل أساسي في تشكيلات المنتخب التونسي للراجل ما بدأش مبارح والمنتخب التونسي أضاع الكثير من الفرص طبعا بفضل تقلق الحارس كاسبار شمايكل وكننا بنكلم عنه أنت قابل فاصل خطبوت يعني ابن بيتر شمايكل راجل رح في الدوري فرنسي دهوقتي كان بيقدم مستويات أسطورية مع ليستر وخدم معهم الدوري النهاردة الراجل موجود في الدوري الفرنسي بيقدم مستويات أسطورية ومحافظ على يعني دايما نقول أن الحارس نصف الفريق يعني زي ما العويس في السعودية تصدى زي ما قوشوة في المكسيك زي ما تشيزني في بولندا حرم المكسيك من الفوز فهو الحارس دايما نصف الفريق وعليه أمال كبيرة فالمنتخب الدنماركي مع شمايكل تحس أنه فيه صمام أمان وحاق تسد ضد الأهداف كان فرص كتير جدا للمنتخب التونسي ولكن نقطة سامينة يعني احنا بنكلم على المنتخب تونس في هذه المجموعة نقطة مهمة جدا مع الدنمارك أعتقد المباراة الجاية أستراليا يعني فاحنا عندنا فرصة أنهم يقدروا أنهم يحققوا ماتش قوي جدا في المباراة الجاية وأنهم يتأهلوا في الدور الثاني نشوف تواجد عربي يعني أنا أتمنى بما أنه منديل عربي فنشوف تواجد عربي ثلاث منتخبات أو منتخبين على الأقل موجودين في دور الثاني بإذن الله التقنية المساعدة التي تم الاعتماد عليها نقدر أنها كانت واحد من الأبطال التي ساعدت المنتخبات العربية نقدر أن نقول أنه كان فيه لمسة يد كانت ستوجه للمنتخب التونسي في الدقيقة يمكن 55 في شط تاني ولكن تم إلغاءها من قبل لما رجعوا للذار مبارح السعودية لعبت على ظهر التسلولات اللي كانت موجودة برضو من خلال الفر نقدر أن نقول أننا ابتدنا كمنتخبات عربية نعرف أن نتعامل مع هذه التقنية الجديدة أن نحن بنتعامل مع المستحدثات ونشوف الوضع اللي نقدر يساعدنا ويدعمنا وبنستخدمه طبيعي أنت بتتعامل مع التكنولوجيا في كرة القدم لأن لو تعاملت بشكل تقليدي أنت تغسر هي تقنية تستفيد منها لها ما لها وعليها ما عليها يعني ربما يكون لها بعض السلبيات زي درجة الفر ما أنت الرجل لمسة يد وتستحق ضرب الجزاء أنا كنت أتكلم من شوية على ضرب الجزاء المتخب التونسي لو كانت تسبت لي كان ممكن ينهي المباراة وتخضع برضو في الأخير لتقديري الحكم ترك عدد الحكم طبعا ما زالت الأخطاء موجودة يعني حتى بعد الفر والتقنية الموجودة لأن القرى الأول والأخير هو الحكم الساحة إذا حكم الساحة شايف أنه هذه المخالفة لا تستحق ضرب الجزاء حتى ممكن يروح يشوفها يعني ممكن يروح يشوفها ويرجع ويقولهم لا والله دي مش ضرب الجزاء لأنها في تقديري الشخصي ليست ضرب الجزاء فإحنا لازم كمنتخبات عربية طالما إحنا بنجيب قيادات أجنبية في الضراطة الفنية بنجيب مديرين فنين للتحدثات الكرة بنجيب طاقم تدريب أجنبي وبنمحلين أداء فإنح لازم نستفيد من كل هذه الخبرات التكنولوجية فإن إحنا نطور الكرة ومنطور مستوانا كمنتخبات نقدم مشاركة طيبة في المونديال صحيح طيب فوز السعودية وصمود تونس هل ده يساعد المغرب ولا يمثل عليها عمل ضغط في مباراة ضد كرواتي أتصور يحط ضغط أكتر على المنتخب المغربي المباراة أصلا مش سهل أمام كرواتيا وصيف بطل العالم في 2018 أنت بتلعب كمنتخب مغربي أصلا وعندك حاجة اسمها عقدة البداية عقدة المنافسيات المنتخب المغربي عنده خمس مباريات افتتاحية في المونديال خسر تلاتة وتعادل مرتين وفي آخر مشاركتين للمغرب في كاس العالم في المباراة الأولى ليهم سجلوا هدف في مرماها يوسف شيبو في 98 وعبد العزيز بوهدوس في 2018 قدام إيران سجل هدف في مرماها فهم أصلا بيلعبوا وخايفين بشكل كبير من عقدة المباراة الافتتاحية وعايزين يخرجوا منها قدر الإمكان فطبعا الحظ للأسف مؤامة في مجموعة صعبة جدا انت بتلعب كرواتيا بالجيل التاريخي بتاعهم وهم وصيف بطل العالم عندهم وسط ملعب تاريخي جدا بريزيتش ولوكا مودريتش وكوفازيتش اللعبة في أكبر الأندية في العالم فاتصار مباراة تبقى صعبة جدا مع الأداء اللي قدموا السعودية والأداء اللي قدموا تونس ربما يدي اللعبة دفعة معنوية بالنسبة للمتاخب المغربي ولكن أنا بشوف المتاخب المغربي عنده القدرات عنده الإمكانيات يعني لو إحنا بنصنف كمنحس القوة أنا أشوف المتاخب المغربي منحس الأسماء أقوى كمان حتى من المتاخب السعودي والمنتاخب التونسي كمشاركة عربية عنده أسماء محترفة في كل الدنيا حكيم زياش طبعا من العائد بقوة كان عنده خلافات مع المدير الفني السابق خليل زيتش والراجل لما جي وليد الركراك النهاردة مدرب للمتاخب المغربي استدعاه مرة تانية وده له السكة رغم أنه حكيم ما بيقدمش أفضل المستويات له مع تشيلسي في الدور الإنجليزي وكان بيعاني من أنه بيعدك سواء مع جراهام بوتر أو توماس توخل قبل كده الراجل ما بيشاركش بشكل بصفة أساسية ولكن المدرب النهاردة استدعاه وده له السكة في أنه يقود جيل المتاخب المغربي سوفيان بوفال أشرف حكيمي الحارس طبعا زي ما كنا من الكلام إن الحراس هو نصف قوة الفريق فالمتاخب المغربي عنده واحد من أفضل حراس في تاريخ الدور الأسباني هو ياسين بونو والساني الفاتي كان واخد أفضل حارس في الدور الأسباني بالمناسبة فأنت بتعتمد على حارس مرما هو هيشي لك يعني أنت تعرف أن أنت وعلى فجرة المتاخب المغربي متخب قوي جدا حتى في أمة أفراجة اللي فاتت إحنا انتصرنا عليه بعد 120 دقيقة وإحنا قدمنا أداء تاريخ عشان ننتصر عليه في أمة أفراجة فهو متخب تقيل جدا 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 من الناحيتين اليمين والشمال فأنا بشوف المتاخب المغربي كمن أسماء وكخبرات تقدر أنه أتحق المفاجأة إن شاء الله الخوف طبعا من مواجهة المتاخب الكرواتي ومن عودة البدايات بالرغم من غياب لوكاكو اللي هم معتمدين عليه الهدف التاريخي للمباراة إحنا متخيلين إن إحنا الشكل حيبقى ماشي في سياق إن إحنا معتمدين على بعض الغيابات اللي ممكن تكون موجودة في منتخب كرواتيا ولا لقى المباراة مبتتحسبش بالموزة ده بس إحنا لوكاكو طبعا مهاجم من المنتخب البلجيكي وكده كده إحنا رايحين هنلعبه يعني إحنا كده كده هنلعبه كرواتيا لكن كرواتيا تضم الأسماء القوية جدا زي ما كنت بكلم على وسط الملعب لوكا مودريتش وبريزيتش لعب لوكا عفوا لعيبة لعيبة من اللعيبة القوية جدا 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 اللي بتلعب في أفضل الأندية كمان المنتخب المغربي عنده مشكلة في الدفاعيا في ناحية اليمين والشمال لإن أنت عندك ظاهرين على أعلى مستوى جدا زي ما كان محمد بتكلم عن أشرف حكيمي وناحية تانية كمان فأنت بتلعب دايما فيه بيتقدمه دايما فيه مساحات في وراء الباكين بتوع المنتخب المغربي فدي ممكن نقطة ضعفة يستغلها المنتخب الكرواتي إحنا مش عايزين نعتمد على إصابات المنافس قدما نعتمد على أن إحنا عندنا كمنتخبات عربية مجموعة من الأسماء القوية جدا أشوف أن هي تستحق أن هي تتواجد في الدور التاني وكنا نتمنى طبعا يتواجد المنتخب المصري والمنتخب الجزائي يعني وكانوا قريبين جدا من الاتنين سواء منتخب مصري برباطة الجزاء خرج المنتخب الجزائري في ديئة 118 لحد ديئة 118 أنت متأهل كاس عالم خلاص بتحتفل في ملعب مصطفى الشاكر ولكن المنتخب الكاميروني بيسجل هدف قطل وبيت أهل للمنديال كان نفسنا نشوف يعني ست منتخبات أفضل أكيد منها ربعا طيب مبارحة مباراة فرنسا وإستراليا هل كنت متوقع النتيجة دي؟ المفاجأة في المباراة دي أن إستراليا تقدمت بهدف يعني دايما إحنا متوقعين أنه خلاص فرنسا تتخلص الدنيا بدري بدري فأول عشر دقيقة إستراليا عندها جرأة هجومية وبتسجل أول هدف بشوف أنه منتخب فرنسا داخل مباراة وهو خايف من بتربك المباراة دي بتربك الحسابات المحللين كمان ومقادر يضيين يعني بيكونوا حطين حساباتهم على حاجة زي مباراة السعودية والأرجنتين زي ما كنا بنتكلم كل الناس كانت توقعاتها بأن الأرجنتين هتفوز وهتفوز بسكور كمان لا وفيما كاتب المراهنات شغالة برا بيرهنوا على الماتشاط فطبعا فيه ناس بتكسب على فكرة فيه ناس بتكسب مبلغ مهولة من الحاجات دي يعني حد كان مراهن مباراة على فوز السعودية على الأرجنتين وكسب مبلغ مهولة فيه حاجات بتبقى غريبة طبعا ما بتبقى في أوروبا وحاجات زي كده مش عندنا فإحنا بنتكلم على المتاقب فرنسي عنده حاجة اسمها أو مش المتاقب فرنسي بس فيه حاجة اسمها لعنة حمل اللقب إيه هي لعنة حمل اللقب إنه هو فيه النسخة اللي بيكسبها النسخة اللي بعدها بيطلع منذور الأولاني حصل في أكتر من مناسبة وفرنسا نفسها عانت من ده بعد ما كسبت 98 في 2002 خارجت منذور الأولاني ألمانيا في 2014 في 2012 خارجت منذور الأولاني فدي لعنة حمل اللقب وهم كانوا خايفين منها خاصة بعد ما التفسير هاي طيب هل مثلا بيعتمد على إنه أنا بطل العالم فبيريح مثلا ولا ضغط بيبقى عليه شديد جدا فبيبقى برضو حاسس إنه هو والمتخب الأدامي وبيبقى مستعد هو متحفز وعايز يخرج بأفضل منظر ممكن ما يبقاش يبقى خارج شيل سكور فبيبقى الحمس ومعندوش حاجة يخسرها ده جزء إنه أنت بتدخل بثقة زيادة عن الحد وتبقى عالب أنت بطل العالم وتصنيف يسمح لك إنه أنت تلعب بأريحية أكتر لإنه المجموعة بتاعتك بتبقى مش أكوى حاجة في العالم بس الجزء الثاني هو متعلق بيه تغيير الأجيال يعني ممكن أنت تجيدي لعب 2018 مش شرط يبقى هو في المنتخبات كتير اللي هو لعب 22 متعبة كتيرها بتاعتزل أحيانا المدربين بتتغير لكن ده مش حصلش مع المنتخب الفرنسي هو ديشام اللي خد معهم 2018 هو لسه موجود هي بس مشكلة في المنتخب الفرنسي الإصابات يعني بنزيمة تصاب صابة مفاجئة قبل المونديال نص ملعب بوكبا وكانتي اتنين كانوا مؤسرين جدا في تتويج فرنسا في 2018 وأشوف أنه رابيو سنقية رابيو وتشاوميني في نص ملعب متخب فرنسا ما حققتش البديل المطلوب يعني ما حققتش لأنه أفضل حاجة تعود بوكبا وكانتي لأنه الاتنين العيبة مؤسرين جدا حتى فيه إصابات على مستوى الدفاع وفيه إصابة حصلت مبارح الظاهير الأيصر لوكاس هرنانديز راجل اتصاب بعد عشر دقائق وفيه كلام عن أنه هو حيغادر البطولة صابة بالصليبي خرج لوكاس هرنانديز ونزل هرنانديز تاني هو ماسيو هرنانديز ظاهير الميلان قدم أداء عظيم وصنع هدف فعشان كده كنت بقولك أنه المتخب الفرنسي عنده أقوى تشكيلة وأقوى دكة بودلاء يعني حتى لما خرج ديمبلي نزل كومان جناح البير مونيخ انت بتلعب على مستوى عظيم من اللعيبة بنشوف مبارح جيرو بيعوض الغياب المفاجئ واحد فقط من معادلة رقم تيري هنري اسطورة المنتخب الفرنسي تلقى تهداف عنده رقم كمان حقق ومبارح أنه أكبر لعب يسجل المنتخب الفرنسي سنا يعني 35 وشوية وتخطى رقم زيدان اللي كان موجود في 2006 بعمر 34 سنة وشوية سجل هدف طبعا شهير في نهاي البطولة أمام إيطاليا في بوفون ضرب الجزاء الشهيرة كلنا في كرة فأرقام كياسي انت بتكلم على دي جيروه أساسي البديل عنده أساسي البديل عنده أساسي الجريزمن انت بتلعبه هو الراجل مهاجم صريح بتلعبه في مركز تحت المواجم إمبابي الراجل مهاجم بتلعبه جناح وبتلعبه مهاجم وبتشوف الأربعة اللي قدام ديمبلي ومبابي وجريزمن والجيروه انت منتاش ععرف مين المهاجم ومين الجناح أكتر من فرصة أنا شفت يعني إمبابي مبارح واحدة دخل فيها في العمك وسجلها براصه والثانية الهدف الرابع لما دخل من ناحية الشمال ورفع الأوفر فانت عندك اكبر امكانيات حتى رابيو اللي كنت بكلم عني يقولن هو مش هو احسن بديل لبوكبا رجل سجل هدف مبارح فلاق المنتخب الفرنسي مرشح بكوة من بداة من حرص المرمى طبعا هوجو لوريس حرص مرمى توتنام الانجليزي حرص المخضرم اللي خد معهم كسر عام 2018 فما فيش حتى انت مش لقى حتى عيب مثلا او فيه نقطة ضعف ايه ممكن نقطة ضعف الوحيدة منتخب الفرنسي انه بلعب دفاع متقدم شوية فممكن لو بتلعب فرقة عندها سرعات وعندها امكانيات قدام يعني في استراليا استغلت ده في الاول عشر دقايق ولكن بعد كده الدنيا اتقلبت عليهم بعد نص ساعة من الشرط الاولاني الماتش اتقلب تماما لصالح المنتخب الفرنسي ولكن انا اشوف انه منتخب فرنسا واحد من منتخبات المرشحة بكوة كوة جدا يعني انها توصل لمنافسات بعيدة الا اذا وجدت الارجنتين في دور الستراشة يعني الارجنتين طلع تاني في مجموعته وفرنسا اول فهتبقى هنا بقى ممكن نعود نعيد الحسابات بمواجهة انهائي مبكر يعني نظر نقول لان ان مبارح كان يوم كسر الارقام يعني مسي مبارح قدر يعمل ارقام مختلفة سواء كان رقمه في كاس العالم او عدد الاهداف او يعني شفنا مبارح ايه الموضوع كان مختلف شفنا مبارح السعودية وهي بتكسر الستة وتلاتين فوز متتالي للارجنتين وكمان شفنا كسر الارقام اللي موجود في المنتخب الفرنسي نقدر نقول مبارح نقدر نقول يعني كان يوم كسر الارقام هو كسر العالم هو اصلا مناسبة جميلة لكسر الارقام يعني اي حد بيعايز يعمل الارقام هو كسر العالم افضل حاجة يعني حتى من الحاجات اللي اتقلت مبارح انه هو ميسي طبعا اول لعب ارجنتيني يسجل في اربع او خمس نسخ ماتو تالية في كاس العالم ضربة الجزاء بس كان فيه ناس قبل الماتش بتقولك انه ميسي عنده فضله عشر هداف ويبقى الهداف في تخير كاس العالم فالناس الارجنتيني بدأوا يحفلوا يقولوا انه عندنا ماتش السعودية وفرصة كويسة انه انت كميسي اللي حصل الفخر المنتخب السعودي قدر نوي يقلب النتيجة ميسي زي موتالك رقم كويسي وبيلعب على انه اخر كاس عالم ليه ممكن يبقى موجود فيه او يقود انه هو الجيل قربت منه اوه في الفين واربعتاشر وصل الفينال الفين وطمانتاشر كانوا جيل كويس ولكن خرجوا قدام فرنسا في ماتش في الدور السفتاشر زي ما كنت بقولك انه اربعة ثلاثة دي حتى تبقى نهائي تاني مبكر ماتش اربعة ثلاثة دخيل تسعين ديقة ماتش بيلع فيك كم النجوم ده وكم الاهداف ده فانا بشوف المنتخب الارجنتيني يعني عنده لازم لازم الماتشيني الجايين ياخد ستة نقط بعد انتهى علاقته بشكل رسمي مع مانشستر يونايتد هل شايف ان ده ممكن يحفزه لانه يظهر بالشكل الملائم خصان دي برضو اخر بطولة يشارك فيها فيلاقي النادي المناسب اللي ينهي فيه مشواره وتاريخه ولا دي حاجة ممكن تأثر عليه بالسلب هو بص انه لك الحاجة رونالدو هو حاليا من غير نادي ده المشاعف هو وسائل الاعلام الناس كلها عارفا ولكن رونالدو لم يكن ليجرؤ انه يطلع بهذه التصريحات في المقابلة التلفزيونية في اخر شهر 12 وحيروح على النادي ده على سيم البا هو الناس اللي بتقول انه فيه نادي لندني في الدور الانجليسي نادي لندني دي يعني انت بتكلم على تشيلسي بتكلم على أرسنال بتكلم على سوتي نهان دول الثلاثة اندية اللي ممكن يدفعوا المبالغ او الراتب بتاع رونالدو الناس بتكلم على تويتر على انه هو أرسنال انا اشك انه يروح أرسنال انه أرسنال عامل منظومة هجومية قوية جدا بجابريال خيسوس ومجموعة من الشباب بقى ساكا ومارتينيلي واوديجارد مش هيبقى ليه مكان رونالدو توتنام مش عارف برضو هل هيبقى هاريكين هيلعب يعني ما هتلعب هاريكين ولا هتلعب رونالدو تشيلسي اللي ممكن لان تشيلسي النحة الهجومية عنده عنده كايها فارتز مهاجم المتخب الألماني ممكن ما باش هو بيقدم أفضل أداء فوارد ان رونالدو يبقى موجود في تشيلسي الفترة اللي جاية ولكن انا بقول لك هو ما كانش هيقدر يقول تصريحات زي كده الا لو هو مزبط مع نادي تاني والتصريحات بدون داعي في وقت غير مناسب وغير موفق من رونالدو المفروض ان هو قائد المتخب البرتغالي والناس بتعول عليه معا كمان زميله في مانشستر روناتد في المتخب البرتغالي برونو فرنانديز والزهير الايمان دالوت فانت بتعمل بلبلة النهاردة شفنا او من اسبوع الفيديو تريند البرونو فرنانديز هو داخل وسلم عليه سلام بارد في الوقت اللي هو راح سلم على كل الناس خدها بالحضن برونو فانت عملت بلبلة بلا داعمة وانت زميلك في الفرقة وشايف ان انت بتطلع بتقول بتهاجم تصريحات او بتقول انه نادي مانشستر مش نادي احترافي وما يلزالك من بقية التصريحات اللي قالها ما كانش لها داعي خلص قبل كاس العالم كان ممكن تنهي الامر بشكل احترافي اكتر تخلص كاس العالم طب يا جماعة شكرا انتو نادي ليه فضل كبير جدا علي على رونالدو وعلى مسيرتي فانا بشكرهم جدا لكن مش هقدر اكمل في المنظومة دي وانا باعد احتياتي وانا مش ما يلاقش بي ان انا باعد احتياتي ان انا هروح في نادي تاني والامر تخلص بشكل ودي وبشكل احترافي اكتر انك انت تصريحات غريبة وعملت بلبلة بلا داعمة خصوصا مجموعة ببرتوغول اصلا مجموعة الصعبة جدا في كاس العالم معهم اروجوي معهم غانا معهم كوريا الجنوبية فكانوا في غانا عمي الكلام دا فانت محتاج اصلا رونالدو هو اللي يلم الفرقة حواليه مش العكس يعني الناس كلها بتدور على انه رونالدو هو اللي يقود امال المتخب مرتغالي ومرضه هو اخر منديال اللي بنسبة كبيرة فهو الراجل عايز ينهي فكان افضل انت تنهيها بشكل جيد وبتلم الفرقة حواليك وتبقى انت مصدر الثقة الموجود مش بس شكل الختام وشكل النهايات مع الفرق برضو بيفرق في يعني نقدر نقول شكل تفكير اللاعب وثباته في المواقف اللي بتبقى صحيح حسين انت لسه في نص الموسم ومبرح منشيست رونالدو اعلن فسخ العقد طب انت ايه موقفك دلوقتي وانت في قلب المنتخب وبتسمع اخبار انه نادي منشيست رونالدو اللي انت تاريخك اغلبه بنيته فيه انت بيفسخ عقدك انت رونالدو ماينفعش يتقال كده وماينفعش يبقى انت مصدر هز الفريق نفسيا او عدم استقر الفريق ولو اي نتيجة سلبية حقاها المنتخب البرتغالي كل الاعلام هيهاجم رونالدو وهتبقى انت يعني انت اللي خسرت في النهاية فوارد طبعا انه ده يكون بسبب نوع من انواع هزة بشكل اوبا آخر بتتكلم على غانا متخبات افريقية اللي متعودين انها بتقدم اداء كويس جدا في المونديال وبتتكلم على كلها الجنوبية برضو متعودين سرعات وقوة متعودين انها بيروح في المونديال بيقدم بشكل كويس فالمموع مش سهلة لو انت فاكر ان انت هتروح تكسب وتروح موضوع كلها الجنوبية من المنتخبات اللي كانت يعني منضمة لنادي الكبار الصغار الذين يهزمون للكبار يعني كان حصل عندها مباراة قبل كده فبردو يعني ما نعرفش ممكن تعمل فينا مفاجئات فانا شفت انه والتصريحات غير موفقة مدرونالدو عملت هزة وهو سيتحمل تبعات هزي مش دلوقتي ولكن لما يخرج المنتخب البرتغالي من البطولة لو في دور المجمعات أو حتى لو خارج في دور الستاشر هو لا هيتحمل المسؤولية كلها على كل ان كل التوفيق طبعا المنتخب المغريبي النهاردة في مواجهته مع كرواتيا وان شاء الله يحقق فوز فوز غالي كمان ويفرحنا ويقدم كرة تليق بالكرة العربية زي ما احنا شايفين المنتخبات العربية بتأدي في هذه البطولة ابدو شكرك طبعا شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا الناقض الرياضي عطية عبدالخالق الف شكر لك شكرا محمد شكرا منك شكرا للمشاهدة